الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد حي الله الإخوة الدارسين في هذا اللقاء الجديد من لقاءات مقرر الثقافة الإسلامية أيها الإخوة الكرام درسنا اليوم عن خصائص المجتمع الإسلامي وسيماته ولا شك أن لكل مجتمع من مجتمعات الأرض خصائصه التي يتميز بها عن غيره وهذه الخصائص في الحقيقة نابعة من الفكر الذي يقوم عليه ذلك المجتمع ومن التعاليم والأنظمة التي يسير عليها ومجتمعنا الإسلامي له خصائص كثيرة لا تكاد توجد في مجتمع غيره وأعني بالمجتمع الإسلامي ذلك المجتمع الذي يحكم شرع الله تعالى ويحمل القيم العليا التي غابت في كثير من أرجاء الأرض اليوم والله المستعال لقد تميز المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات بالعديد من السمات والخصائص ولعل من أبرزها ما يلي المجتمع الإسلامي مجتمع ملتزم بالشريعة الإسلامية وهذا يعني أن المجتمع الإسلامي يحتكم إلى الشريعة الإسلامية في كل أموره صغيرها وكبيرها وهذه السمة تعتبر من أعظم سمات المجتمع الإسلامي وأبرزها وقد سبق وأن أكدت على هذا الأمر في أكثر من موطن السمة الثانية للمجتمع الإسلامي أنه مجتمع جاد لا مكان فيه لصغائر الأمور وتوافهها وهناك مظهران يعتبران من أبرز المظاهر التي تشهد على جدية المجتمع المسلم أولهما حرصه على العلم النافع الذي يحقق رضى الله تعالى ويجلب النفع لعباده ورفضه لكل علم لا ينفى ولا يحقق الغايات السامية للمجتمع والمظهر الثاني سعيه إلى العمل الصالح الذي هو في حقيقته تابع للعلم النافع لأنه لا يكون العلم صالحا إلا إذا كان مبنيا على علم النافع ولا قيمة لعلم النافع ما لم يتبعه عمل صالح وليعلم أن دائرة العلم النافع والعمل الصالح واسعة فكل علم وعمل يؤدي إلى مرضات الله تعالى ويجلب النفع والخير للبشرية فهو علم نافع وعمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي دينيا كان أو دنيويا السمة الثالثة أن المجتمع المسلم مجتمع متسامح وهذه السمة من أهم سمات المجتمع الإسلامي لأنها ظاهرة في ثنايا أحكام الإسلام كله فالفرد في المجتمع المسلم متسامح يحسن الظن بالآخرين فيتغاضى عن أخطائهم ويغتفرها ويلتمس العذر لكل مخطئ ويحسن التعامل مع جميع الناس والسماح في ديننا الإسلامي عامة للمسلمين وغيرهم وإن كانوا مخالفين لنا في الدين ما لم يكونوا محاربين لنا أو معتدين علينا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالأحداث التي تؤكد على تسامحه مع كل من تعامل معهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين السمة الرابعة من سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع آمن وسبب هذا الأمن في المجتمع الإسلامي هو التلازم الواضح بين الأمن والإيمان فلما كان المجتمع المسلم مجتمعا مؤمنا ملتزما بشريعة الله تعالى كان بالضرورة مجتمعا آمنا وصفة الأمن هذه في المجتمع المسلم تحققت عن طريق أمور أذكر منها مثلا سلامة منهج الفرد واستقامة سلوكه وأيضا النشأة الإسلامية الصحيحة لأفراد الأسر المسلمة الذين نشأوا على هدي من الله تبارك وتعالى بالإضافة إلى الضوابط التي تحكم المجتمع المسلم والتي منبعها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا أنسى أن أذكر أن من طرق حفظ الأمن في المجتمعات الإسلامية العقوبات والحدود الرادعة بأنواعها المختلفة لكل من يريد المساس بأمن المجتمع ومن خصائص المجتمع الإسلامي أن التعامل فيه مبني على أساس التقوى فلا طبقية فيه ولا قبلية ولا عنصرية أفراده تجمعهم أخوة الإيمان وتربطهم رابطة الدين ولا فضل لعربي على غيره ولا لأبيض على أسود ولا لغني على فقير ومن خصائص المجتمع الإسلامي أيضا أنه أنصف أصحاب الديانات الأخرى وأعطاهم حق العيش في المجتمع الإسلامي بأمان فهم آمنون على أموالهم وأعراضهم وأنفسهم ويعطون حقوقهم ولو كان خصومهم من أبناء المسلمين ومن خصائص المجتمع أنه تميز بنظام اقتصادي فريد يعطي الفرد حق التملك دون إضرار بالآخرين فكان وسطا بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي وأذكر أيضا من الخصائص الظاهرة أن أخلاقيات المجتمع الإسلامي تتميز بالثبات ولا يمكن أن تتبدل بتبدل الأزمنة والأمكنة فالفضائل مطلوبة فيه في كل وقت وفي كل مكان والرضائل مرفوضة في كل عصر وفي كل مصر أيضا المجتمع الإسلامي مجتمع متناصح متعاون متراحم تسوده المساواة يفضل الإيثار ويمقت الأنانية ومن خصائص المجتمع المسلم أنه أوجب طاعة ولي الأمر وأمر وأقر مبدأ الشورى لأنها متى تحققت الطاعة من الرعية والاستشارة من الراعي فإن المجتمع سيكون ثابتا مستقيما على طريق الحق اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا والحمد لله رب العالمين